اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوة الكرام النهاردة هتكلم عن رؤية الطيور بعض انواع الطيور هتكرها لو شفت كذا يبقى كذا لو شفت كذا يبقى كذا لو شفت كذا انواع الطيور طبعا انا عمل سلسلة عن الطيور والحيوانات والحشرات فاللي عايز طير معين يرجع للقناة موجودة في قائمة التشغيل فانا النهاردة عايز اعمل فيديو مجمع عن ذكر بعض الطيور في لقاء واحد وتبقى عبارة عن بعض الرؤى الخفيفة كذا لان من الممكن ان شخص يكون مثلا محتاج رؤية طير معين وعايز يعرف معناه بدل ما يروح يدور عليه ويسمع لقاء كامل ويدور على الرؤية بتاعته لا من الممكن ان اقوله في الفيديو ده رؤية الطير كذب اكذا رؤية الطير كذب اكذا فبداية بداية معظم الطيور في المنام محمودة تدل على الامال المستقبلية وتعكس حالة من النشوة والفرحة بالنسبة للرأي رؤية الطيور في المنام رؤية الطيور احيانا تعتمد على شكلها وصوتها وبتختلف من طير لاخر موت الطير تدل على الخيبة هجوم الطير يدل على الصراع الداخلي للشخص بيض الطيور مال فقس البيض نجح وتفوق انا بقول لكم هو موضوع خفيف كده ومنوع عش الطير عش الطير يدل على الامن والامان طيب ندخل بقى على بعض الطيور كده رؤية الكناري وده للأسف ما عملتلوش فيديو خاص بي رؤية الكناري في المنام تدل على الانسجام والعاطفة مع المحيطين بيه في الحقيقة رؤية الدجاج تدل على الجبن انت شخص جبان وما عندكش ارادة وشخصية ضعيفة رؤية سماع صوت الدجاجة تدل على حدوث مشق او تعب رؤية الغراب يدل على الحكم والسلطة والجاه قيل انه سينجو من شر قادم رؤية شراء الغراب يدل على الكذب على الاهل انت شخص تكذب على اهلك رؤية الحمامة تدل على الهدوء والمودة وسكينة العقل وحيانا على الخير رؤية البط يدل على الحرية حرية الروح الانفتاح السعادة رؤية النسر تدل على النبل والفخر الطيور البيضاء عموما تدل على السعادة ده كان لقاء خفيف عن الطيور انتظرونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة